ولازالت مستمر عمليات الاقتحام هذه في مدينة نابلس عملية الاقتحام تتركز حتى هذه اللحظة على الأطراف الجنوبية الغربية وتحديدا في محيط قرية تل التي لا تبعد سوى نحو كيلو متر عن محيط الحاجز العسكري المعروف بالامربع والذي يقطع التواصل بين مدينة نابلس ومناطق جنوب المدينة خرجت قوة عسكرية كبيرة من نحو 20 آلية معززة بجرافة لم تنفذ حتى هذه اللحظة هذه القوة عملية مداهمة أو اقتحام لإحدى البلدات لكن تواصل السير على الطرق الجنوبية الغربية بينما يعرف بمنطقة نابلس الجديدة القريبة على منطقة جبل جرزيم وكذلك أيضا منطقة بلدة تل إلى الجنوب الغربي من المدينة وعلى ما يبدو أنها عمليات تمويه وهناك رفع لدرجات الحيط والحذر في أرجاء المدينة البلدة القديمة والمخيمات خشية تسلل وحدات خاصة إسرائيلية هناك اقتحام ثاني ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة تلكام وتحديدا على الأطراف الشرقية في بلدتي عنبتا وكذلك كفر اللبد عمليات إطلاق للنيران والرصاص بشكل عشوائي من قبل الجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية وردتنا طبعا معلومات عن إصابة شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصفت إصابتهما بالطفيفة خلال اقتحام بلدة كفر اللبد إلى الشرق من المدينة فيما لا تزال هذه الأليات تجوب أرجاء بلدة عنبتا إلى الشرق من مدينة تلكام عمليات اقتحام أخرى إلى الشرق من مدينة قلقيلة وتحديدا في بلدة عزون على المدخل الشمالي قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتتمركز على أطراف البلدة الشمالية وسط طبعا اندلاع للمواجهات وعمليات تفتيش وإيقاف للمركبات في المنطقة في بلدة مردى إلى الشمال من سلفيت عملية مداهمة أخرى ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي عمليات استفزازية حيث تنتشر الأليات في أرجاء البلدة وتحديدا في هذه الساعات في سبيل طبعا ما يعرف أنه تأمين عبور المستوطنين بين مستوطنات شمال سلفيت مرورا من حاجز سعتر جنوب نابس وصولا إلى مناطق شمال وغرب مدينة سلفيت حيث تقع القرية في هذا الطريق في المنتصف الذي في نهاية المطاف يؤدي إلى مناطق المحتلة عام 48 بطبيعة الحال هناك كثافة في الاكتحامات وقبل قليل مناطق الوسط تحديدا في رمالة اكتحام لبلدة سنجل وإطلاق للقنابل الغازية والرصاص الحي واكتحام لبلدة الرام القريبة على مدينة القدس بطبيعة الحال سلسلة اكتحامات تكثيف للاكتحامات والمداهمات والاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بات سيناريو يومي منذ حلول شهر رمضان المبارك في عدة مناطق من الضفة الغربية نعم كان هناك عمليات اكتحام بعد السابع من أكتوبر وقبل السابع من أكتوبر في الضفة لكن اليوم نشهد كثافة وتوسيع لعمليات العسكرية الإسرائيلية في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية يعني هل هناك أهداف لهذه الاقتحامات وهذه المداهمات ماذا عن الاعتقالات أيضا ومقارنة من قبل شهر رمضان هل نلحظ أي فروق ظهرت في هذه الاقتحامات الأخيرة في هذه الأيام المباركة يعني فعليا هناك حقيقة فروق بأن زيادة وتيرة العمليات العسكرية في مناطق الضفة وتحديدا في شمالها واستهداف المخيمات سواء مخيم بلاطة وعسكر والعين في نابلس مخيمي تول كرم ونور شمس في تول كرم ومخيم جنين ومخيم الفارعة عمليات الاعتقال نعم هي ذات الحصيلة لربما تتقارب تقل يوما ترتفع باليوم الآخر منذ حلول شهر رمضان المبارك لكن نشهد عمليات اعتقال واسعة النطاق منذ السابع من أكتوبر وزادت اسرائيل الفرصة خلال شهر رمضان الواضح بشكل تفصيلي بأن هذه الاقتحامات هي تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على الأدرع العسكرية تنفيذ عمليات تدمير في البناء التحتية تنفيذ حملات مداهمة يوميا لنشطاء لمطلوبين لمطاردين لاعتقال مقربين من المطاردين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم وبطبيعة الحال كل هذه العمليات هي لنقل المواجهة خشجت أن كافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الشباك وكل التفاصيل المتعلقة بمخاوف شهر رمضان المبارك وزيادة وطيرة العمليات هي أن تعطي متنفسا للفصائل الفلسطينية للأدرع للذئابة المنفردة أن تنفذ هجمات باتجاه الحواجز العسكرية طرق المستوطنين أو حتى في العمق الإسرائيلي بالتالي نقلت إسرائيل هذه المخاوف إلى تنفيذ سياسة الهجوم في مناطق الضفة الغربية وبالتالي بشكل يومي نلحظ اقتحام مدينة اثنتان ثلاثة أربعة في مناطق الضفة الغربية بشكل متواصل بهدف طبعا تكثيف وعدم إعطاء ذلك المتنفس التي تخشى إسرائيل أن يكون فرصة للتفكير في تنفيذ عمليات ضد العمق الإسرائيلي ماذا عن الهجمات الاستطانية أو المستوطنين في الضفة الغربية خاصة في نابلس وهذه المناطق المحيطة بها وأيضا هل العقوبات التي تحدثت عنها الولايات المتحدة التي فرضتها على مستوطنين وحتى على نقاط استطانية هل كان لها أي صدى أو تأثير على التقليل أو لجم المستوطنين من هجماتهم على الفلسطينيين في تلك المناطق يعني بكل وضوح هذه الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرض عقوبات لم تلقى صدى على أرض الواقع فقط قبل عدة ساعات شن مستوطنون هجوما باتجاه قرية بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس وتحديدا من مستوطنة حفات قلعاد وكذلك أيضا يتصاهر رشقوا منازل الفلسطينيين اعترضوا المركبات ورشقوا كذلك أيضا مركبات الفلسطينيين والمنازل في تلك المناطق وهذا يضاف إلى هجوم سابق للمستوطنين أحرقوا مركبات خلاله وقبل ذلك هجوم أسفر بطبيعة الحال عن استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال الإسرائيلي فقط نتحدث عن بلدة واحدة في هذا المثال وليس عن عدة بلدات في جالود وقريوت وكذلك أيضا في سنجل ومناطق رمالة ومناطق الخليل كما حدث البارحة في عملية إغلاق الطريق أمام قدرة المصلين للوصول إلى الحرم الإبراهيمي بالتالي ما يغدي المرحلة الحالية هو اليمين المتطرف الإسرائيلي في زيادة هذه الهجمات سواء في التسليح أو منح الضوء الأخضر والغطاء القانوني الإسرائيلي من قبل كابينات الحرب لتوسيع هذه الاعتداءات اليومية والمكثفة في عدد من المناطق ويضاف إلى هذه الاعتداءات هو الاستيطان الرعوي في مناطق الأغوار وطرد المزارعين والرعاء الفلسطينيين من هذه المناطق إنشاء بؤر استيطانية بشكل مكثف في مناطق الأغوار وتحديدا الأغوار الشمالية الجفتلك التجمعات البدوية أصبح هناك العشرات من هذه البؤر التي حدت من مساحة الفلسطينيين ووسعت من مساحة الاستيطان في تلك المناطق بالإضافة إلى زيادة بناء الوحدات الاستيطانية بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية بالتالي هذه القرارات تبدو شكلية لربما لمنح سبل للإدارة الأمريكية بأنها تقوم بشيء ما لخفض والتيرة التصعيد في الضفة الغربية لكن على الأقل ما يلمس فلسطينيا هو استمرار لسياسة الحصار في مناطق الضفة الحواجز العسكرية الاعتداءات الاستيطانية فقط في هذه اللحظات هو الخبر العاجل الذي وردني الآن وهي إصابة ثالثة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرق تول كرم هناك إصابتان كما أشرت سابقا برصاص الاحتلال في كفر اللبد والآن إصابة ثالثة برصاص الاحتلال في بلدة عنبتا شرق تول كرم وهذه الإصابة تم نقلها في هذه اللحظات إلى مستشفى ثابت ثابت تول كرم الحكومي لتلقي العلاج إذن إصابة ثالثة في عنبتا شرق طول كرم ذلك هو العاجل الجديد بالإضافة إلى الإصابتين التي لشابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدتين كفر اللبد وعنبتا شرق طول كرم أشكرك جزيل الشكر خالد بدير مراسل الغد ونتابع معك كلنا جد جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر